موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآله يسر مؤسسة قطر بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية أن ترحب بكم في هذه المحاضرة القيمة التي يلقيها الشيخ الدكتور خالد الجبير بعنوان القرآن ولاء وانتماء فليتفضل الشيخ مأجور مشكورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على طالي خلق الله ألا آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم العفو والغفور أن يصلح نيتي ونواياكم ذريتي وذلريكم يغفر لوالدي ووالديكم اللهم أغفر لهم وارحمهم وتولهم اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفو وغفرانا اللهم أصلح الأمة واكشف الغمة وانصر الأمة واجعلني وإياكم سببا في ذلك اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين أولا أنا سعيد أن أكون بينكم سعادة عظيمة أن أرى هذه الوجوه الطيبة الثاني أن محاضرة القرآن ولاء وانتماء محاضرة كبيرة ساعتين ونصف وتحتاج جمهور عشان شغلون الملقي فإذا أعتذر وأقدم لكم محاضرة عظيمة في معناها لكنها قصيرة جدا في محتواها وستأخذ حوالي النصف ساعة هذه الكليمات أسميتها تزكية النفس وأنا وأنتم في هذه الدنيا نبحث عن أمر عظيم وأصل هذه المحاضرة لقاء فهي ستكون ثلاث أرباح عليكم وربع علي أنا فتحزموا وأنا اللي أسأل وأنتم أجيبوا وإذا ما جبتوا تبتوقوا في المحاضرة من الطرف الآن أصخن شوي أعطيكم طرفها من الطرف أني أنا ذهبت للمحاضرة محاضرة في جامعة الملك السعود وحضور كبير جدا وإذا بالمقدم يحوس المحاضرة المحاضرة كان اسمها قلبي كيف أسير المحاضر لما قدمها قلبي الأسير ماذا جاب هذه عند هذه فأنا إن اعتذرت قاعدت ألف يعني أصلح للمقدم دليل على أنه ما فيها يعني اتفاق بينينا وياه شو سوي فقلت لابدني ألف محاضرة جديدة اسمها قلبي الأسير طيب كيف أخذ هذه المحاضرة كيف ألفها أنا ما عندي فقلت من اللي بيدفع الثمن الجمهور فسألت وكعدتنا العرب قلت يا أخوان من منكم قرأ عنوان المحاضرة الجواب صفر ما في أحد قرأ هم جئين بس يشوفوا المحاضرة كعدة العرب ما يدلو ما يدلو شو جاي له أصلا بس قال خادش بير نجي نسمع خادش بير فطلع الحمد لله ما فيه ولا واحد عارف اسم المحاضرة أصلا خلاصنا أول شي فقلت يا أخوان اش توقعون أتكلم عنه أنا قاعد أجمع عناصر للمحاضرة فكل واحد يقول لي أسير في الحب أسير مدلوش بعد أسير الذنوب لا أسير الذنوب ما تصلح ذي أكسد يعني أنا رجل متفائل أسير المعاصي أسير اللي مدلوش أسير أسير لين قام واحد عمركم 17-16 سنة رفع يده وأنا قلت هذا وشي به تقدري خليه قال لي يا دكتور أسيرهم في حب الله قلت نعم هذه المحاضرة خلاصنا العنوان يعني عرفنا وين بنتكلم فيه أسيرهم في حب الله سبحانه وتعالى قلت طيب خل أخذ منهم بما أنهم ما قروا العنوان أقدبهم أخذ منهم العناصر فبدأت يقول توقعون أني أتكلم عنه فبدأنا كل واحد يعطيني عنصر ما يصلح لي اللي ما يصلح لي يقول لا الحد ما قال أسير لا أو في الأول قال أسير لله بعدين دخلنا أسير في حب الله بعدين دخلنا أن هذه المحاضرة تتكلم متى تحب الله عندما تحسن الظن به فدخلت في موضوع أنا أحبه حسن الظن بالله من الجمهور وبدأنا أتكلم حوالي ساعتين في حسن الظن بالله وأنقلبت المحاضرة من كيف أسير إلى حسن الظن بالله المرضي لن يعني أنا مجهز يعني أكسد هذه تزكية النفس في رأسي فلن أسألكم لكني فلن أسألكم العناصر لكني سأسألكم سؤال واحد ما هي نتيجة تزكية النفس لما أنت ما فيه لأنت هم أصلاً عشرة هنا فإذا أشرتها لما أعلم تزكية النفس أثروها النتيجة حقتها حطها على أي صعيد ركبها أي صعيد أنا ما شرط عليك نعم يا أخوي نعم وين جابها منها الفلاح فين جاب الفلاح منه قد أفلح من زكاها صورة نقرها على طول إذن اليوم أتكلم أنا وأنتم الموضوع مهم جداً وهو تزكية النفس إذا في الأخوات أو لمكان آخر الأخوات تأخرت علينا نحن قاعدين ننتظركم هل نتونى بادين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفيدنا وإياكم إذن تزكية النفس وأتيت بالنتيجة قبل ما أبدأ وهو الفلاح أنا وأنتم نبحث عن ماذا في هذه الدنيا عن الفلاح الفلاح في الاثنين في الدنيا والآخرة ما أقول أنا أبغى الفلاح في الآخرة لا أريد أن أكون لن يفلح الرجل في الآخرة إلا إذا أفلح في الدنيا لأن لو قلت أنا لا أريد الدنيا أريد الآخرة معنى أني أنا شخص محبط غير منتج وهذا ليس الإسلام فلذا إسلامنا نحث أو من أهدافه الفلاح في الدنيا قبل الآخرة ولن تفلح في الآخرة إلا إذا أفلحت في الدنيا لذا تجد مثلا الدول تبني هذه المشاريع العظيمة بس تنفق إسرار تريد ترميها في الشارع لا لغرض الإفلاح والفلاح إذن أول شيء نتيجتنا أننا نريد أن الفلاح في الدنيا والآخرة جميل هذا الفلاح يحتاج إلى إيش؟ نعم أنا لن أدعك حتى تجيه سؤال هذا الفلاح يحتاج إلى إيش؟ عمل يحتاج إلى تزكية نفس نعم وتزكية نفس تحتاج إلى عمل عظيم ترى أنا أحبك عشان كذا كذا لذكت عليك وأنا إذا ركزت على واحد إلى بكرة أنا أمركز عليه لذا يا أخواني وأخواتي أو بناتي وأبنائي أنا وأنتم مركزنا الفلاح والإفلاح فكيف نسعى إليه؟ لما أضع ممكن تجي في الصفة الأول أنتوا أبنائك عشان أستخدم أبنائك لأنهم لقيتهم أصغر أدخلك أصغر مموجودين فإذا طلع صغار السن يصير تمون عليهم أسأل الله يصلحهم واحدا واحدا وينفعك بهم وينفع الإسلام بهم إذن إذا أردت أن أزكي النفس أهم تزكية للنفس ما هي ما هي أهم تزكية للنفس وأنا أبنائك أنت تريد أن تزكي نفسك الآن ما هي أهم تزكية للنفس صعب أقول نعم صعب أنا سويدي الغرض ليس نعم ونبوك قال لك تعتذر عنه لا نعم ونبوك يا أخواني أنا ذهبت إلى أكبر مؤتمر في العالم لأمراض اللي فشل القلب وهذا المؤتمر لا يدخله أحد إلا منتقاء نقوة لقيمين عليه يهود ولا يدخله عرب ومسلمين أبدا لكن الله سبحانه وتعالى وفقني ولأن عندي بحث كبير جدا في فشل القلب فقبلت تدرون من الذي يلقي فيه أبناء زي هؤلاء تشوف علماء علماء عظيمين وليلقي المحاضرة طالب في كلية الطب سنة أولى طب في إسرائيل طالب في كلية في اليور شليم طالب فالسبب أننا دائما نقلل من قيمة أبنائنا وأبنائنا عندهم من الإنتاج ما عندهم ومن الفكر العظيم زي هالولد بيقول لنا أعظم شيء أزكي به نفسي أعظم شيء أزكي به نفسي لا تنظر أبوك أبوك ما يعلم أنت الآن أعظم شيء تفتخر تعتزبه إيش إلا حبه لا تعتزبه والله الإسلام طبعا جميل والإسلام من اللي جابه من اللي فرض علينا نعم من اللي فرض علينا الإسلام رب العالم جميل إذن أعظم شيء أزكي به نفسي إيش نعم وشي هذه صارت نصر لا أخلها اليمين وتعرف وشي إذن شهادة أن لا إله إلى الله وأن أني أعبد الله أعظم ما أعبد به نفسي ويا أخوان الناس يهملونها نحن نقع في أركان الإسلام أشهد أن لا إله إلى الله واشهد أن محمد رسول الله ثم ينسونها ثم يبدأون بالثانية والثالثة والرابعة والخامسة والأمر كله قائم على الأولى مفهوم يا أخوان الأمر كله قائم على الأولى فالعمل إذا لم يخلص لله ما ينفع وإذا لم يكن على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا ينفع إذن عندي أمرين مهمين أزكي بهم أنفسي من ثمان وثمانين نقطة في تزكية النفس لكنني سأتكلم عن عشر أو احد عشر لأن أتكلم لأن أتكلم عن ثمان وثمانين نخلص على السحر فأنا قلت أربعين دقيقة إذن أول ما أزكي نفسي به أن أعرف أني مسلم وأن قضيتي كلها قائمة ودائرة وعبادتي ليل نهار دنيا وآخرة على أني مسلم الدليل شيخنا الدليل على هذا في سورة الأنعام آخر وجه من سورة الأنعام السلام عليكم قل إن صلاتي ونشف ومحياي ومماتي لله رب العالمين أنا كمسلم كلي داخل كل ما أعمله منذ أن أقوم من النوم إلى أن أصحى مرة ثانية عبادة يعني تزكية نفس يجب أني أفرق أنا يفرق دكتور جراح قلب مسلم في هذا البلد عن جراح قلب موجود في السويت غير مسلم والسبب أني أنا وأنا أعمل جراح قلب أنا أعمل من أجل عملي كله تعبدي حتى وأنا أخذ عليه قروش يمكن لو نقصوا عليه ريال أجي أقولهم ليش تنقصوا على الريال قالوا طيب أنت متعبد جئت على الريال قلت لا لا بالريال قبل هذا حقي لكني في أصلي أنها عبادة خالصة لله سبحانه وتعالى في كل حركاتي إذن الأول أن تكونوا لله الثاني أن تكونوا على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ليش تكون على سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لأن الدين قائم على على هذا الرحمة الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديثين الصحيحين الصحيح والحسن لغيره حديث عظيم يقول من لم لا يقبل عمل مبتدع حتى يترك بدعته لا يقبل عمل مبتدع حتى يترك بدعته وفي الحديث الحسن لغيره يقول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله توبة مبتدع حتى يترك بدعته إذن الذي ليس على سنة محمد صلى الله عليه وسلم ليس له عمل وليس له توبة إذن ما هو مسلم الشاطف الثاني هو الصلاة والصلاة فرق يا ولدي وش أهم شيء في صلاتنا إذا ما تعرف أعطى أخوك ما في لن تخوك والأخ اللي هنا بس تفضل نعم جميل إذا وصلت للخشوع فأنت في الفردوس الأعلى لا خلأ اسأل الموجودين وأحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يضع الخشوع سببا في قبول الصلاة وإلا قاعدنا نصلي العشاء إلى الفجر عد ذان يا إمام ما خشعنا فيقعد الإمام يعيد ولكنه هو مطرب وغاية ولكنه ليس فرد فأهم شيء في الصلاة أبوك يقول النية حنا حررنا النية لكن أهم شيء في صلاتنا إيش؟ كون على السنة وقلنا على السنة انتهينا في هذه الطهارة الطهارة إذا ما في طهارة ما صلينا أخواني ترى جواب ساذج شوي يعني سهل جدا لأننا نحن يجب أن نتعلم في هذا الدين أصوله إذا أردت أن أزكي نفسي أهم شيء في الصلاة نعم تفضل يا أولي أقول لك إياه كنت في نيويورك تفضل يا شيخ أداي الصلاة في مواقيته جميلة بتلاقي ناس كثيرين اللي عندونها في مواقيتها لكن المشكلة اللي عندي وعند الناس وشي أقول لك إياها اسمعوا هذه القصة في نيويورك وحتجدون الجواب والجواب منك أو منك ترى ما عندي إلا الله ثم أنتم بس اثنين ذون وإذا تعب تعط أخوك أقول كنا في نيويورك اسمعوا هذه عشان هذه مشكلة الأمة فصلينا المغرب قال أحد الإخوان يا دكتور دعونا نصلي العيشة معها جماعة عشان نرتاح قلت ليش ترتاح قال عشان نلعب بلوت ورقا بعد عقباء مرتاحين يعني نلعب مرتاحين إذن الأمة مشكلتها نصفها أنها تصلي لترتاح لترتاح ليس لترتاح نفسيا لترتاح من الهم يعني هم نرميه وهذا السبب أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول يدعو بإيش الرسول اللهم اجعل الصلاة قرة عيني قرة عيني يعني معناها إيش راحتي خذها أيضا بجواب ساذج لا تروح تتعقد المسألة قرة عيني ما معناها قرة عينك أنت الآن من قرة عينك أبنائي جميل ليش هم قرة عينك أحبائي نعم ليش هم أحبائك فإذا وصلت الصلاة حبك للصلاة كما تحب ولدك فأنت أمتاز فأنت نفسك زكية يعني إذا أنت مقبلاً على الصلاة لترتاح بها وتريح نفسك فأنت هنا وصلت للخط الأول من تزكية النفس وأهم خط يعني الصلاة إذا أنت بس مجرد خلينا نخلص نصلي عشان نرتاح إنما نريد الحديث المشهور الذي يردده علينا كل خطيب من أربعين مليون سنة ولكن لا نعيه وشه الحديث الذي يردده الخطباء علينا والوعاظ في الصلاة في هذا المجال لا فيها شيء فيه بلال نعم لكن هل نعيها في الواقع فهذا الفرق الذي أنا وأنتم فيه فمتى ما كانت أنت تحب عيالك حب لا يوصر لا تستطيع أن تكتبه لذا أنت تتحمل منهم شيء عظيم قد لا يتحمله الإبن من أبيه في فيلم السويدي جيبين واحد في حديقة عجوز كبير موجودة في النت تطلعتوا عليها فيسأل ابنه عن شيء عن الفراشة قال هذه الفراشة كيف حالا قال كده قال وشلونها بعد قال وشلون الطير وشلون في المهم بعد ما سألك خمس ست أسئلة طفش الولد وضرب كان مع جريدة وضرب قال هذا يا أخي ما تفهم أنت كده هذه فراشة وخلط فذهب الأب إلى مذكرة عنده من عشرين سنة عندما كان الولد كبر هذا الولد قال أنت سألتني خمس وعشرين مرة وأجبتك بنفس السؤال بطيب قلب وأنا سألتك خمس مرات رمية الجريدة ومن السؤال الأول أنت نفسك شين فهذا الفرق أنت إذا أردت أن تعرف مقدار حبك لشيء قارنه بمين بحب أولادك تقول لي أحب أبوي جميل لكنه أنت تحب أبوك تقديرا لكن لو تعدى حدوده يمكن تتغير أنت إلا عادي إذا أنت يعني تريد أن تكون مع محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يعني باررا 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 فلو ضربك أبيك بالجزمة قبلت قدمه هذه موجودة من فضل الله سبحانه وتعالى لكنها نادرة والنادر لا حكم له لكن لو ضربك ابنك أو تعدى عليك وإن زعلت عليه الدقيقة والدقيقتين وشفت زعلانه تريد أن تسترضيه بطريقة أو أخرى ودنع ذلك أننا إذا عاقبنا أبنائنا والولد تركك ما ما جاء سلم ولا شيء وزعل تقول لهم خليه يجي نكلم شوف هل طريقة يعني ما ما إذا أنا ما ما نفع فينا أنا أروح للشك ولله هذا الحب قسى وركب على حب الأبناء أي حب تريد أن تقيمه قيمه على حب أبنائك أم محمد زوجتي لما ابني عبد العزيز شفاه الله أصيب بحادث وحادث عظيم سبعة عشر كسر وصل للإنعاش وهو قلبه متوقف ويعني أمور رضي فقالت كلمة عظيمة قالت شوف يا أبو محمد حب الولد لا أحب ولا أحب أبو ولا أحب زوج ولا أحب الدنيا كلها لا يوازيه حب ولد ولو قالت غير ذلك لا إيش لا كذبت لكن هو أخرج هذا الحب وهذا العبارة من حادث ابنها فحب الأبناء ليس له مثيل ويليت الأبناء يعني يقتنعون بهذا عشان يعطون ربع الحب الذي يصرفه الآباء ولأمها فإذا إذا أردت أن أمي الصلاة أحب ألا أحب أو أي شيء في حياتي أربطه بحب يعني فإذن الحديث الذي يكرر علينا أرحنا بها يا بلال ونصف الأمة لا تفهمه ليس لما تفهمه من حيث الفهم اللغوي لكن لا تفهمه في التطبيق فإذن أول تزكي للنفس أن تكون الصلاة قرة عينك فهمت طيب واجعله أكبر همي ماذا تعني على أرض الواقع أكبر همك يا ولدي لم يصير شيء عندك أكبر هم وش ها أكبر همك أكبر شيء عندك لما نقول أن تدعو ربك اللهم اجعل الصلاة أكبر همي شو معنى أكبر هم ممتاز ونبوك ممتاز ارفع حط المكروفون ونرفع صوتك ممتاز تكلم وحدة كلمة وحدة أطناها بلدي العائلة نعم أكبر همك على أرض الواقع ممكن يعني ألخص في الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لا الجواب في صورة النساء للأسف أصل الخلقة للصلاة فهي أسل الجواب في صورة النساء على اليمين الصفحة أظنه 95 اجتماعي تحفظ النساء 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 مرح نحن نحن اشتركوا في القناة